عليكم الله مشاهدي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل الذي يبث من خلال أربع شاشات شاشة قناة العراقية والقناة الفلسطينية والقناة الأردنية والقناة المصرية حقيقة الأحداث تتسارع بسبب ما يحدث ليهنى في فلسطين واستمرار القصف العشوائي للعدو الإسرائيلي إلى أهالي فلسطين وخاصة في غزة الجريحة التي ننتظر يوم من الأيام بأن تخرج كطائر العنقاء من الأنقاض لتقول بأن فلسطين حرة مستمرة بأياد أبنائها وبسواعد هذه الأبناء واستمرار دماء الشهداء التي تضحي من أجل رسم خارطة طريق جديدة إلى فلسطين نستضيف في هذه الحلقة من العراق ساعدة السفير الفلسطيني فيها العراق الأستاذ أحمد الرويضي ضيف عزيز في هذا اللقاء من برنامجنا العربي بيت للكل ساعدة السفير نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل حلاكم الله أهلا بك مسائل خير أهلا وسهلا في هذه الأحداث المتسارعة يبقى جرح مستمر لفلسطين نبقى ننادي من خلال الأصوات والمواقف الوطنية الكبرى وخاصة اتجاه العراق القلب النابض لفلسطين دعما بالكلمة وبالموقف وحتى في الكلمات السياسية كانت مؤثرة بالنسبة لفلسطين نقرأ العنوان الأبرز وهو ما يحدث في فلسطين اليوم كيف تقرأ مجريات الأحداث يعني أولا الرحمة للشهداء والشفاء للجرحة وأوقف هذه الجريمة إن شاء الله عن أهلنا في غزة الذي القصف مستمر حتى اللحظة جوا وبرا وبحرا يعني 365 غارة في ليلة واحدة هذا بالتأكيد الهدف هو محو الشعب الفلسطيني عن الخارطة وبالتالي هي جريمة تطهير عرقي بمعنى الكلمة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية هي محاولة لإنهاء أي حال سياسي مستقبلي يمكننا من إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وبالتالي طرح حلول سياسية مرفوضة من طرفنا ومن الشعب الفلسطيني وقيادته بالكامل اللي عنوانها قامت وطن بديل أو توطين لأهلنا في غزة في سيناء أو في غير مناطق أخرى هذا مرفوض بالمطلق من الشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس أبو مازن في قمة القاهرة تحدث بصوت عالي لن نرحل من أرضنا وبالتالي هذا منشيط عريض لعنوان عمل سياسي فلسطيني وموقف شعبي أيضا في فلسطين تجربة عام 1948 لن تتكرر وبالتالي لن يهاجر الشعب الفلسطيني ويترك أرضه وسيبقى يناضل وهذا حقه الطبيعي طالما هو تحت الاحتلال لأن المشكلة ليست نحن المشكلة هو الاحتلال وممارساته واستمرار ما يتعرض له أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبشكل خاص ما يحدث في المسجد الأقصى المبارد عدنا سعادة السفير حقيقة اليوم العين تدمع لما يحدث من إجرام كبير في غزة وقتل الأطفال وترويع النساء وهدم المنازل والبنيان بالكامل ومكامل ما ذكرت حضرتك بأن قضية إخراج الفلسطيني من أرضه وتجريفها وتجريدها ومحاولة عمل مستلطنات جديدة للفلسطينيين في مناطق معينة ومحاولة أخذ هذه المناطق نتحدث اليوم أين المواقف الإنسانية منظمات عالمية تدعو بحقوق الإنسان نشاهد مقاطع تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هم أصحاب الرياضة بقضية قضية الإنسان يدافعون عن أجلكم الله حيوان معين عارق في منطقة معينة ونجد صوت لهذه المنظمات التي كانت تصدع رؤوسنا بمواقفها تجاه الإنسان الفلسطيني الطفل المرأة الكبير أين هذه المواقف؟ يعني دعنا أقول لك كشف القناع عن كثير من الدول الكبرى وبعض المنظمات الدولية التي أرهقتنا في موضوع الحديث عن المعاهدات والقرارات للممتحدة وحفظ الأمن والسلم الدوليين واتفاقيات جينيف واتفاقية لهذه العامة 1907 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المواثيق حتى اتفاقية روما التي على أساسها شكلت المحكمة الجنائية الدولية دعني أقول لك كأنها حبرا على ورق عندما يتعلق الموضوع في فلسطين الحديث عن المدنيين الإسرائيليين وكأنه نجبر أن نكون ضحية لهذا الاحتلال ويستمر قصفنا للأسف تحت أنظار العالم لذلك استمعنا من اللحظة الأولى إلى مواقف للأسف ترتقي إلى مستوى ما يحدث على الأرض لكن دعني أقول ما زلنا نعمل الدبلوماسية الفلسطينية من ناحية أيضا بالتنسيق مع إخواننا الدبلوماسيين العرب والمسلمين الجاليات العربية أيضا في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية الآن مسيرات كبيرة التي بدأت تخلق رأي عام جديد هناك وتقول لحكوماتها أن موقفكم هو مع الجلاد وليس مع الضحية الضحية هو الشعب الفلسطيني المشكلة هو الاحتلال الذي يجب أن ينتهي لذلك نسمع الآن أصوات من أعضاء برلمانات أوروبية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى رؤساء دول عندما جرى الاتصال فيهم من قبل قياداتنا في المرحلة الأولى كان حديث مختلف الآن بدأت أصوات تعلوا لكن دعني أقول لك للأسف حتى اللخظة هذا مجتمع دولي متحيز يغمض عينيه عندما يتعلق الموضوع بالشأن الفلسطيني وأنا أقول لك بشكل واضح سيحاسب لأن التاريخ لن يرحمه وأنت تتحدث عن أمم المتحدة ووظيفتها حفظ الأمن والسلم الدوليين طب ما يحدث هو ليس جريمة تطلب تدخل عاجل من مجلس الأمن واجتماع للجمعية العمومية واتخاذ قرارات حاسمة وتفعيل أدوات الأمم المتحدة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات بالتالي نحن مستمرين في حركتنا وهنا أثمن بشكل خاصة دور العراق اللي برز من اللحظة الأولى على لسان الحكومة العراقية ودولة رئيس الوزراء في كلمته في المؤتمر القاهرة اللي كانت واضحة في تحديد معالم الطريق وتحدث في نهاية كلمته أنه لن يتحدث أحد باسم الشعب الفلسطيني من يقرر مصير هو الشعب الفلسطيني ويختار حله السياسي وليس يفرض عليه توطين أو خرطة سياسية تستثني حقوقه المشروع وتستثني القدس من أي مشروع ناضل من أجله لذلك حدد أساس المشكلة واتفقنا جميعاً أساس المشكلة هو الاحتلال السياسي من خلال حديثك لكلمة دولة رئيس الوزراء في العراق سيد محمد الشياء السوداني سميت مواطن الخلل أين كانت وأيضاً وضعت النقاط على الحروف وسميت الأشياء بمسمياتها الاحتلال الصهيوني والكيان الصهيوني والعدو الإسرائيلي الغاشي وحاول من خلال هذه الكلمة أيضاً يضاح معاني مهمة للوطن العربي بأن يجب أن يكون هناك مواقف حقيقية ليست فقط بالكلمات ونحن نتضامن مع الشاب الفلسطيني أيضاً نتحدث عن مواقف أخرى في العراق وهي المرجعية إن كان على صعيد سماحة سيد مختد الصدر لأتيار الصدر بمظاهرات كبيرة وأيضاً مرجعيتنا في النجف للسيد علي السستاني كانت المواقف أيضاً متضامنة كبيرة تحشد الجهود والمواطنين العراقين للخروج بقول كلمة الحق تجاه فلسطين كيف تقرأ هذه الأحداث أيضاً يعني الحقيقة القل العراقي بكل مركبات الدولة إسوان على مستوى الحكومة على مستوى الأحزاب على مستوى المرجعيات الدينية كما ذكرت على مستوى الشارع حتى العراقي المواطن العادي كان له موقفاً معبراً أصيلاً أشعرنا بأن هناك من يقف معنا في معركتنا الحقيقية وبالتالي باسم قيادتنا سيد الرئيس محمود عباس أبو مازن باسم الشعب الفلسطيني وكل مركباته هذا العراق الذي يشكل بالنسبة لنا عمق أساسي وضمن العمق العربي لأننا بالآخر جزء من هذه الأمة العربية سعادة السفيرنا نتحدث أيضاً كانت قضايا العدو الإسرائيلي والصهاينة متعرفة منذ قبل يعني نتحدث عن قضايا تجريد المواطن الفلسطيني من كل مستحقاته حتى في فنه في إبداعه في رسومه في كل مجالات الإبداع التي تتواجد عدة الفرد الفلسطيني حاول الإسرائيلي بأن تكون هذه لإسرائيل ليس للفرد الفلسطيني لأن كيف يمكن أيضاً الحفاظ على القضية الفلسطينية بمواقف مهمة تكون الحقوق للفرد الفلسطيني الذي أنتج وأبدع ووصل إلى الأرض يعني هو الاحتلال الإسرائيلي حاول محو التاريخ عندما قدم رواية مصطنعة على حساب الحقيقة التاريخية لفلسطيني التاريخي وبالتالي تجاوز الحق التاريخي لنا وأننا أصحاب الأرض ولدينا من التاريخ أن يؤكد بل أن الحجر في فلسطين والطراب هناك والقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية تنطق بالعربية وتكشف حقيقة هذه الأرض وتاريخها بينما هو ما يقدم من الروايات ليس لهائي سند قانوني لذلك هم اعتقدوا ولحظت أنت في وسائل الإعلام حتى دولية يعني تناغمت معهم في محو القضية الفلسطينية من الوجدان الفلسطيني والعربي وتقديم وكأن إسرائيل جزء من المنطقة وسلام اقتصادي وغيره كما تعلم وبالتالي كشفت الأحداث في غزة وما تلاها من هذه المواقف الشارع العربي أيضا في الدول العربية في جمهورية مصر في تونس في المغرب في باقي الدول حتى في أوروبا في لندن في فرنسا باريس في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المواقف كشفت أن التاريخ سيبقى حركته باتجاه أن الشعب الفلسطيني صاحب أرض وصاحب قضية وأن العالم يفهم أن سبب الأزمة هو هذا الاحتلال الإسرائيلي وأن منطقة الشرق الأوسط لن تحل قضاياها إلا بإنهاء الاحتلال وأن أي حل لا يكبر الشعب الفلسطيني لن يمر يعني لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون القدس وأنما حقنا في إقامة دولتنا وأن تكون عاصمتنا القدس وعودة اللاجئين لهم أساس اللي رحلوا من أرضهم في عام 48 هذا هو الحل الذي اليوم مفهوم أساسي لإنهاء أي أزمة تحصل في المنطقة من يعتقد أنه يمكن تجاوز القضية الفلسطينية والبحث عن حلول جزئية على حساب القضية الفلسطينية هو واهم نتحدث أيضا عن مشاهد مهمة نتابع حينما يحاول الإسرائيلي أو المختصب أو المحتل بمنع رفع علم لدولة فلسطين في أراضيها نشاهد اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح علم فلسطين في كل بلدان العالم مشهب لأن هذه القضية هي القضية الحق لأن المواطن الفلسطيني هو صاحب الأرض لأن هذه الكلمات التي رفعت في كل بلاد العالم كيف تصب هذا المشهب؟ شوف الاحتلال حاول محاربتنا في رمزياتنا هو استولى على بيت المفتي حاجة من الحسيني في القدس لأنه هو رمزية دينية كانت في هذه المدينة الآن يحاول أيضا أن يخلق حالي في المسجد الأقصى المبارك يقسمه زمنيا ومكانيا ويخطط لإقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى وبالتالي يحاول أن يزرع في ذهنك هذا البعد الديني اللي هو جزء من عقيدتك وبالتالي يعتدي على المرابطين والمرابطات في هذا المشهد اليومي اللي كنا نشوفه في القدس وما زلنا أراد أن يزرع كنيس يهودي في منطقة باب الرحمة على حساب هذه اللي هي جزء أساسي من المسجد الأقصى المبارك يحارب شعراءك يحارب الفن يحارب الإعلام الصحفيين سقطوا شهداء في هذه المعركة وخلال السنوات الماضية لذلك أنت تشاهد هذا محتل يخاف الرواية يخاف الحقيقة وبالتالي يحاول أن يبحث لنفسه عن مكان ما يشعر أنه هو صاحب حقيقة وهذا برز في الخاطر اللي عرضها نتنياهو في الجمعية العامة لأمم المتحدة الجمعية العمومية لأمم المتحدة شهر الماضي عندما قدم خارضة لفلسطين التاريخية ومعها الجولان على أنها إسرائيل في المنطقة ودون وجود للشعب الفلسطيني للضفة الغربية ولا للغزة ولا للقدس وأراد أن يقنع العالم بأنها هي المنطقة بدون الفلسطينيين وللأسف الأمم المتحدة كان عليها أن تقول كلمة لأنه هذا يتناقض حتى مع قراراتها اللي على أساسها شكلت نفسها إسرائيل بالقرار 181 وما بعده في القرار حصل القرارات المتعددة للأسف الطويلة حتى الرئيس أبو مازن قال لهم في الأمم المتحدة في ذكرى النكبة جبوا لي قرار واحد من الأمم المتحدة يتنفذ يتعلق بفلسطينيه نفذوه أنا موافق على إقرار والعالم كله للأسف ينظر إذن هذا الاحتلال يخشى الحقيقة سعادة السفاء الحقيقة الكلمات التي تحدث بها حضرتك تنعنس شغاف القلب نقول الرحمة لشهداء فلسطيني من الأطفال والنساء والخزي والعار إلى الكيان الصهيروني المحتل الغاصب وإن شاء الله نحن نراهن حقيقة على قوة الفرد الفلسطيني المقاوم منذ مئات السنين لاستحصال أرضا وأيضا نشاهد المثقف والإعلامي والكاتب والسنان الفلسطيني لكم بقعة الضو في كل بقعة من بقاع العالم سعادة السفير نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل شكرا تمنينا بأن نلتقي في موقف أفضل من هذا الموقف لكن الموقف الوطنية أيضا لها أهمية لدينا ورحمة لشهداء فلسطيني نورتنا شكرا إن شاء الله نلتقي فيكم بالقدس محرر بإذن الله إن شاء الله وهذا ما نترقبه بالأيام القادمة شكرا إذن مشاهدين ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل ستبقى فلسطين في قلوب العرب جميعا وخاصة الشعب العراقي حيث كان لكل فرد فلسطيني صوت للدفاع عن أرض والحصول على مكتسبات الحقيقية من الانتماء لفلسطين العربية الأصيلة الرحمة لشهداء فلسطين وهذه عودة مجددة لكم زملاء الإكمال الباقي فقرات برنامجنا العربي بيت للكل